أعضاء الشركة المكلفة بمثل مبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون بالمعدات الرقمية الحديثة الذين إلتقت بهم وزيرة الإعلام أمسا قاموا اليوم بزيارة ميدانية للمبنى الذي شرف على الامتهاء وكان برفقتهم المكلفة بالتسيير شغون الإذاعة والتلفزيون حليمة السعادية التقرير التالي لدى سعيد أحمد حزر عقب لقائهم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قام الفريق الفني التابع لمؤسسة فيديوني ميديا بزيارة تفقدية للمقر الجديد التابع للإذاعة والتلفزيون والذي تم بنائه بأحداث المواصفات العالمية وتعرف الوفد الذي يضم الخبراء والمهندسين في المجال الفني والتقني على الإدارات والأقسام المختلفة داخل المقر الجديد كان ذلك برفقة بعض المسؤولين في إدارة التلفزيون والإذاعة حيث يقوم هؤلاء الخبراء التابعين لمؤسسة فيديوني ميديا بتدريب الفنيين التشاديين في فرنسا وإلمامهم بالأجهزة الإلكترونية الحديثة التي ستنقل إلى المقر الجديد في سبتمبر القادم ومن ثم سيقوم الفنيين التشاديين الذين تلقوا تدريباتهم الفنية بتدريب إخوتهم الآخرين في كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة لا شك أن مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الحكومة التشادية تترجم مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة التشادية لقطاع الإعلام البصري والسمعي هذا وقد رافق وفد الفنيين بعض المسؤولين الإداريين والمشرفين الفنيين لمجموعة المنع التي نفذت هذا المشروع الضخم والحديث على المستويين المحلي والإقليمي